الحمد لله في هذا العراك المؤسف قام الشخص بوضع وزنه وقوته فوق الشخص الآخر طبعا أول شي أحط وزنه بعدين ثبته بإيده ثنتين كأنها خنك راح أشرح لكم طريقة الهروب من هذا الوضع وهي ثلاث طرق راح نشوف الأولى طريقة الأولى إذا كان حاط وزنه أحط أيدي عند الحوض كنوع من التوقيف والأخرى على العنق أضغط فيها ثم أرجع حوضي إلى الخارج وأخلي الخصم بين رجلي الثنتين أستطيع أن أعمل له كسر أرفسه على وجهه أقدر أسوي أشياء وايد الطريقة الثانية وهي فاعلة وقوية وهو وضع صبع بها مع العين أدخل بقوة حتى أستطيع الهروب يكون عندي مسافة أن يطلع وزني خففت على نفسي وزنه حتى إذا كان ثقي الحيل ورجعت الخلف وأستطيع هنا التخلص من هذا الوضع وهذه طريقة فاعلة وسهلة وقوية طريقة أخرى وهي عندما يكون ثبت إيدي لم ثبت عفوا إيدا على جسمي بهذه الطريقة أقوم بعمل حركة كسر مرفقة أرفع عليه لي وأضغط على رأسه ثم نزله ثم أقوم بكسر مفصل المرفق يعطيكم العافية